مثل بسيط لأخذينا الصين صرارة في العجبرة الصين غير الصين والهندرة تلوتين واختي تي شربو المدافي علاش خصنا عارفو علاش أول حاجة تي عشلين الدات وتي حلين العروقة ويسرينينا وتي صفينا ويحيد شوائب كلهم ملت دم ودك شي كامل وتي سخندات وتخلي الدم يجري جاريين دم ستنفلوي دون غير اللو تيادر ستنفلوي دون صنغن دك شي علاش تلوتين ديال الدنيا بشي تفادة والأغلبية ديال الأمراض غير بالمدافي كاز المدافي واللولاني تفترو به وعلى ذكر الموساد جمال أنا صراح هذا القديم دي كان نحضا عند بزاف ديالناس خصوص المحد صديقة ديالي عزيز عليا في صيف كتشرب الماء فيشتاني هائيا ما كتشربش الماني هائيا ما كتشربش الماني هائيا سيقولت عليش لم تشربش الماء في البرد كتب محتجلش أنا هيا كنشوف الماء يجيني البرد فإلا ما كنش كنعطي جسم ديالنا الماء كائن حيين ما ضروري أنا غني جاوبك لاش نمشي بعيد أخوك أنا أنا بنفسي في الصيف قعمة تنشرب الماء مفش تنشرب الماء ولكن تنشرب الماء بطريقة أخرى أفه هالعاصير هالأتايا راتنشربوا الماء بطريقة غير مباشرة سمعتيني ماشي أولا بودة لاخدوا الماء نشربوه راتنشربوه بزاف لحواج ليسوا بذك شي كامل أي حاجة كترنا منها را دار را كان قانون قبل را شوف كل شي تتبدل مثال بسيط لاش بدنا داء سوكري يا إياك غير هذي عامين هذي تم سنين وربع سني لخمسة سنين أيي اول حاجة يقول لك شرب الماء بزاف باش تنقي داتك وكل شي و باش هدك دابا القانون تبدل العلم تيتغير را كل ساعة مقانة را كل ساعة شي حاجة جديدة راح احنا غاديم تنطوره بوحد درجة خيالية اكترت لما تترهق تصفية ديال الكلاوي دابا ما خاسناش نشربه بزاف الماء ما نشربوش متر ونص جيترو ما اكتما خاسناش نعيقو هادي اللولاني كاليمة كيشربش نهائيا لما تخيرا متر ونص ما كيشربوش نحن نشربوه بشي اخرى اختي را ما شربوش المادير اكتما را سيشربوه بشي اخرى نعطيك الحواج اللي تتبدله مثل بسات اش كان عندنا قانك الماء المعديني ممتاز فعال خسنا نشربوه بزيان وكل شي ارى بعد المدون دابا في الزيتازيوني ممنوع منعن كليين تشرب المادير المعديني او الماء الماء يكون في القراءة البلاستيك ممنوع وكاتبينها في البونكارت وما تلقاه ومش بتيتباعش واش عمتيني ممنوع المستحب يتشربوه بشي او الماء العادي وممنوع المستحب يتشربوه بشي الوضع لا يوجد بارد والبرودية أول حاجة المبارد تتحلينا تعطينا قتلال الكبدة لا صالح الكبدة لا صالح الداتنا لا صالح المعدة لا صالح بالمعضة لا صالح الكبدة لماذا مطلوب لما يكون دافي؟ هذا ما يريدنا بالمدافئ البرد نحن في البرد داتنا تبرد رغي البارح قالوا لي وتمضحكوا بناتنا نحن مجمعين وقالسين كل شيء جريبة مثل بصيد السيد مراته قالوا لي تخني البرد قالوا لي دي ري الوصفة قالوا لي اشناي هاد الوصفة صدقوا النارين واحد من التقبة دي النيف صدقوا النارين دارت واحد شوية دي القطن في النارين دغيه سخنات في 5 مينوط الناس اللي في التلج ومع الدوم بتحاجر اغيلا تنفسنا دخلنا البرد وخرجناه من نفس النارين ريسبيري وإكسبيري وصدينا واحدة داتنا تسخن ما شربنا ما كنا عدم الجهة من الحواج اللي تسخنونا الحواج اللي تسخنو الدات بساط خدينا صوب الفاش مادرناد اول حاجة كل شيء تعرف البزار هالبزار الكحلو البزار البيض ممتاز فعال في التاكب الجراتيم في العجب تسخن الدات كلها منشط جنسي ضد البرودة ضد الروح ضد النزلة البردية ضد الضيقة ضد النزلة البيض ممتاز صالح تلطفح جلدي كي نموح الوصفة قديمة لتسقو الشعر كيف الكمون تأوره في العجب بساطة تسخن كله تسخن كبابة تسخن ضد فول فول تسخن تعرف العجب القرفة تسخن الزاعتر تسخن وداع شفراس الحنو قعقلة تسخن القرنفل تسخن الكبار تسخن الخود نجال تسخن الخود نجال ممتاز رائع غير هاد العشوب اللي عدد دابها رهما ممتازين نعطي مثال بسيط علاش اشغن نخسره من ديروش واحد لتيزان فعالة ممتازة نشربوها ملجيها تتصفي لنا داتنا وفيها العجب غن نحضره على اللي فيها مثال بسيط لاخدنا غير الزعتر اخدنا شوية الزعتر شوية مرددوش شوية فليو ومتنساش نزيلات البردية عنا المغاربة كنا تنعرفو في ملحسات تنديرو فري ولا تنست شروع مثال بسيت المخننزة تتنزل سخانه تناغذو علاش بشتبردنا تنزلنا ساخذاء وفي حداتها لتت ساخنتنا غير حمει معنش علاش بالؤدي، غير سيرة ängز حامل حونها حوار وشوية ديال القرفة وشوية ديال سكين جبير وشوية ديال القعقلة شوية 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 مننا وليحنا وفكاسرون نزلنا يطرود الماء عطينا العافية تبغير تبخ واحد نص دقيقة طفينا وخليناه صفيناه نشربوه ايش غاي دير لنا؟ اول حاجة غين ينفسنا من المشاكل ديال سدر كلهم ويخرج البولوم يخرج تنخيمه لكراشا يساعدنا بزاف لكراشا دونك ستبدا يصفينا نفسه كل شي محسك لازلنا فيه البشنخة شوية البشنخة حلت لنا البرانش الشوعب ودخل لنا الاكسيجين بالدكشي واللي عدو الربو ومشاكل ديال قصر رئاوي بدا يتنفس ملدكشة رفع داتنا كلها سخنات تيساعدنا دونك دويريتيك يليميني الشوائب يحيدنا الشوائب ملدم اللي عدو ميته البسيط اللي عدو الكلاوي متيصفي وش بزيان يبدأ يبول بزاف يبولنا يبولنا صالح ملدكشي ما تنسيش رقلنا غير في الحلقة الأول بارح هذا البليتو نهار الخميس كنا قلنا على البصل كنا هدرنا على البصل ممتاز تيسفيدات تيبول قاعد حاجة اللي تتبول رفعها لهم ممتازة كنا زبق وتتبول بزاف ما تتبه والممتاز تيسفيدات من الجهور ويبول ما تبول تبول والممتاز وونجا لا تبول يدخل لنا في فشل كالاوي المسكة الحرة والانيس وحبت حلوة تترضى كذلك مشاكل الاتهابات الحلق واللوزتين ومشاكل الولدات التي يمكن أن تقلوا ونخفوه الحويج والتبكاث الملابس أنا كنقل بلاكات التي يمكن أن تقلوا ونخفوه ونخفوه نحن نرجع لهذا الاختلاف لكن في العدد ما بيننا كعربي أو مغربي يمكن أن تلبسوا بزاف أيام البرد تنشر، النطب التي تشرب العرق إنا سنشر البلاستيك في العرق يمكن أن تلبس المثال إلى العرق ويمكن من نشخة المثال الفصدية يعني كنت تاكل هي شليدار ستبقى تاكل في الصيف وفي الشتاء نحن لا، كنا ناكله شلد غير الصيف والبرد مكين شلد شوف أنا غنجوبك نحن غادي نوشع الحزابة حسن أكل في الدنيا هو دي البحر الأبيض المتلصف نحن راجعين بعد فصل إشاريك وراجعين كذلك استقبل مكلمة الموسمائي لكن تبقى تدخلوا معنا في موضوع حلقتنا اليوم التغييرات اللي كنديروا في العادات ما بين الشتاء وما بين الصيف شنو الأهم الحوجات اللي كتقبلوا تاكلوا هاي مثلا كمسخين يقول انتكر وستد شمال كتير من المواد اللي كتعطي الدفء والتاكل للجسد قطنيات كلهم جميع القطنيات وإحنا تلاكلوا قطنيات أرزمو تلاكلهم هالعدس هالحمص هالرافي ومالعجب القطنيات تسخنوا الدات كلها رجعين بعد فصل إشاري قصير طيب رجعنا معكم مستمعتي مستمعينا رجعنا كذلك الاختلاف ربما العادات والأكل دينا وحتى في بعض المواد اللي كنت استهلكوها بكثرة واختلاف ما بين الصيف وما بين الشتاء وقلت لي استير فان كين أستاذ جمال كين بزاف تحويش كين في الماكلة كين في نزادينة في أشم المنطقة حنا موجودين مثال بسيت حنا افريقيا افريقيا معروف الأفريقى سخوان يعني ما كنت تعودش على البرد ما كنت استحملوش البرد بزاف خو خو ميتة بسيت كنت في كيبك لها في البرد وأيجب أن تسمع لأن نحن الآن كانت جيدة يالله ولدت هي وراجلها وكل شيء اجلس نحن بتحطيقها بديتلو فيها عفكا جمال تعرفني تصوبها تيزوين عفكا جمال صوبنا براد وعر نتصوبت البراد شحرتو على عحقه وطريقه تمنعنا غادي بيه مننا والحرش والوعر وغادي بتلقي ما كاملة وزمة حلوة ودوز الحلوية قدرت هدك غير ريحة ريحة الاتاي حمقاتهم وطابلة متكوكة احنا المغربات كناك وراما متكوكة وكل شيء مدت نصرانية ايدها تهزي البراد بغوتات والجلدة بقات في اليد ديال البراد ماذا جاء ساخن دف؟ سخون؟ تحرقها تحرقها تبقات في البراد مدت دراج اليده بقات الجلدة دياله في البراد مدت دخوك ايده وهزيت البراد مدت دخوك مدت دخوك وطابة اولا احنا افارقة مدت دخوك احنا مغربة احنا مغربة خدucks مدت دخوك جديد أولا، أن الأغلبية المغربة ينتمون بزيارة لا ننسى الكريز التي كانت تكستيل لقد كانت المغربة وعلينا كل شيء تنجيبه هنا كل شيء يأتي من الصين الأغلبية من الصين أو من هند أو من تركيا وذلك كل شيء كامل لذلك ترى مصلحته لذلك يجب أن نسدنا وكل شيء كانت غير دابختي لم يكن غير تقاشر المغرب هنا الأمراض التي تكتر في هذه الوقت كانت عفونا الوليدات بثاف كمرة في هذه المشكلة الحلاق نحيا علش عرفت علش الأمهات تأتي وتشدو تلبسوا تعمروا تلبسوا البصلة خوفا من البرد وكذلك تقدر مامل الشعر إلا تغيرين الشعر تزيف ومين ديل تدورتي على عينك لكي لا يدخلك البرد غير تحايدين يدورك البرد تلبسوا أولادنا بثاف مرة لا تريد لبسهم تريد لبسهم تدورتي المقارنة بين البساء المغربة والأوروبيين هم تلبسوا خفيف وما تأتيهم البرد نحن تلبسوا البصلة والبرد قهرنا لماذا؟ تبقى أولاً تلبسوا البصلة وتبقى تشرب العرق تبقى تبقى هم تلبسوا العرق تبقى فهو يجب علينا العرق غير بور, يجب علينا الهواء لأي يأكل الحم ويجب عليك فأي منك ويجب عليك منك الله ويجب عليك كاركة طفح الجلدي والمنكر كله وهذه هي البيئة المناسبة الجراتيم ووووووو نزيده دونك 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 في الباز لنا عدنا مشكل هدك زيد عليها اشتلى كله واشتلى كله شيء حاجة لتتسخن الدات ولا تتبرد الدات رأكل شيء على نوتريسيون كل شيء على الماكلة هي الأصل في كل شيء لفص حوله في المرض حتى الماكلة لا نعرف كيف أكله هذا الماكلة التي نأخذها سخونة الماكلة التقليدية التي كانت بواتنا ومواتنا لا نأكلها المرقبة برداد دغياء ونصخنها الماكلة ستكون سخونة من فقلعة في المعدة لا شيء غير الماكلة العمان هما لا يكون سخونة مثلا الحمام قليلا سيأخذها مثلا الهام الأول السابق يبارد وليس في البيت والتأخر راحة ولم ينبقى لديك الهام جعله بالنسبة لي البيت السخونة حتى يبقى لديك الـ الإلكتشاء ينبقى لهم ويضعه بالنسبة لهم ينبقى لهم او البيت الثاني بحلي ما تحممش راه موشكي المطروح السخونية خبيتة للدات اللي بغى ميتة البسيط نتوما العيالات حنا رجال لا بغيتي تشرف سالة ثير سخونية دخل بقى هادك تيترها اللحم تيت عدو البشرة هو يلا حاجة فخونه نعطيك ميتة البسيط لنورديك لا لا سويد لنورفاج دك شي كامل ياك ليس لون دك شي كامل عدو اللي صونة تيدخلوا الصونة او ما بلاس البرد بناقص عشرة ناقص عشرين ناقص ثلاثين بلاس البرد ياك والتلج تيدخلوا الصونة صونة وهم السخونية شي ديرو تيخرجو تيبدو تمرغو في التلج علاش باش الحمد يلوم يصم و باش ما ييترهلش و باش ما يشرفوش والنيت هادك له الشوك بين السخونية والبرودية تيخليلها سيركولاسيون صغيين الدور اشقلنا احنا ميتة البسيط الناس اللي عندهم مشاكل ديال ضرروا مرجليهم واركابي عندهم الدورة الدموية ما تتضرش بزيان اشقلنا قبل هذا هذا لا قانون اختصال نديرو بسينا دلما دافي عطل سخونية وبسينا دلما بارد نغطسو رجلنا في المسخون نغطسوه شوية نزوها في البلسان نغطسوه في البرد ردوها في السخور ردوها في بارد كمسا او في شوك تبدو الدورة الدموية تتضر لا تتضرر يدير بسيط الناس اللي تسمعونها lleانيا لكي لا تكون مغدية جيدا لا تكون في ذات بنيا قوية احنا تتعيني على البشرة سهل اختي احسن حاجة اطلاقا اشدنا بالبيتة البسيط الناس اللي تسمعونها سوعد اللي طرحت سوال قالت أنه عنده 42 عام كتعاني مشكلة التجاعد فوق العين بزاف عنده بشرة الجافة بزاف والتجاعد في محيط الفم والتجاعد في الجبهة عرّسوا العين عرّسوا العين البارح أنا جاي وسمعتها في حلقتي كنتي ساعتها نقذت وقالتها وديت تضحك إلى الأمانة لم تستشي سؤالي أنا لا تكسحقتي سوميا عامةً العيالات كاملين وكل شي البارح تشكو مني قالني أعطينا بزاف المعلومات الناس تخلط عليهم شي بشي ما بقوا عارفين ش يديروه فضلت ما نقاش نزيد رجعوا المعلومات وناخدهم تلخيص ديالهم لحواج اللي بساط ولي فعالين والتجربة أعطتنا بفعول باهر ممتاز ده باش بدنا مشكلة ديالتجاعد العيالات وخحنا مساك الرجال روليغي غرنيا بلون أشغلنا من الأحسن الحويش بول لابو البشرة الجلدة ديالنا إيدراتي لابو المير إيدراتي هما الزيوت أول حاجة اللي بغت تحيد تجاعد الشرف تكماش من وجهها سهلة تبدأ بالزيت هو اللولاني عدنا زيت واحد مرحبا عدنا كتر مرحبا حتى نخطرها الأمثلة لم يعدنا لا يعدنا والله أختي سومية سمع حيث الزيت البلدية رابعنا ساتينويل كيف رابعنا غير حنا مواليها وهملينها رابعنا رابعنا العجب ورابعنا بذكرنا زيت الزيتون وزيتون وزيتون مواليها مواليها الزيتون مرطب البشرة هما الزيوت ماشي غير مرطب البشرة وتحيد تجاعد نعطيك مثال بسيد بشرة مكمشة ناجفة مثل زيت واحد تطلق دك تكماش وتبدأ تنفخ ديك الجلدة ديك لابو تبدأ تنفخ تبدأ تحيد عنا العيوب ديالتكماش 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 ديالتقابيل اللي في الوشاة وهو كنا قلنا اللي موالي اللي وشام رغير زيت الخروع الويلدوريسا زيت الخروع يوميا أبريت تلدق تلشهر بعشهر تبدأ حيدك الوشام اللي هو صبغها الداخل ودخلاته ومع الوقت كل اللي 20 30 عام 40 عام اهبرتان تحيي يعني قدرون فهمه وست جامل ان البشرة الجافة بثاف هاليك تكمش بسرعة معلوم هاليك تكمش بسرعة سي نورمال وتتأثر سيب احنا رجعين سواء محيط العين أو كدلك محيط فم أو فلو شبهة بعد الفصل إشاري طيب رجعنا معكم مسامعتي مسامعينا رجعنا مع الوصفة درس وعد باش نجابوها 42 سانة هي عندها مشكلة البشر جافة ألور سمح أش قلنا قلنا تخليطة تخليطة ديال الزويد رها ممتازة فعالة بدينا بزيت البلدية هاد سيدة هاد شي بس ما كان تاخد زيت البلدية عدا زيت اللوس تستعملوا معه عدا زيت القرقع عدا زيت ديال الجلجلان عدا زيت أرغان اللي عدا فهدو تخلط أكين بزاف الزويد أعرى ما نعدو زيت واحد ولا جوج ولا ثلاثة دير تخليطة هل ما تريد فرصه شوية الإنسان زيت الجازار زيت سمعي سمعي نعطيك ميتة البزات يالله جبتي أخوك سمعوا واحد الوصفة أول اختراقة نتلقوها فعالة عظيمة رائعة ممتازة للبشرة الرحمة للبشرة الفن للطب والله اختي لخورجة العقل بالتجربة قلتي زيت الجازار ياك أنا قبل ما يخرجه في 1985 قمت لها فيتامين آآآآ بريم أسيد فعالة عشر سنين بدأت خرجات البشرة للجلدة للحبوب كل شيء سهل حاجة مصعبة هذه الوصفة رائعة رأي الفن رأي الرحمة سأخذ باب ونش مصعبة على شكل مسحوق طحنوه 100-100 غرام طحنوه أغربنا أخذنا البودرة فين بحل دقيق سأخذوا 4 أو 5 خيزوات سأخذوهم سأخذوهم سأخذو المدية لهم سأخذوهم سأخذوهم على ذاك البودرة بابونج سأخذ هاد إطربة ما سأخذ بابونج سأخذ مزق سأخذ الدقيق بالأحرى لأخذنا الزيت البلدية وزيت أرقان أخرى لأخذنا الزيت البلدية وزيت أرقان وزيت اللوز وزيت القرقع خونا على هذه البودرة درنا على طريق حمام مريم دفيناها وحركناها سوف نستعملوا الوجهنا كل نهار إذا أمكن فيما نسخنوا الفران طيبوا به شي حاجة خرجنا هذا الطياب دينا بقي الفران نسخن ودخلوا هذه القرعة تسخن تات برد ونحركوها تخمرت شهر شهرين تل شهر أحسن حاجة إطلاقا ممكن تدروا الوجهة أجل نفخيزه هي الفيتامين A الفيتامين دي لابو ايديزيو تقوي وتغذي البشرة وتعطيها واحدة لا متاز أنا سوف نزيد وحل وصفة له هذه سيخرجها الأقل لا تعرفها شي واحد أنا نتحدث قاعد قاعد لي تسمعوني قاعد ما تعرفه سوف تجري بخصي أجل نفخ هذه الوصفة قلنا البابونج على شكل مسحوق لنزيدو عصير دي الخيزو ويماجيني لاخدته لغونا دروش دي زورسان لزورسان هم غنفود البحر هادو كل فيه الشوك اللغونا وكلشي لغونا دروش دي زورسان سيتان أفروديزيك سكسويل منشط جنسي خاطير رائع ممتاز رجال و العيالات هادف كفة هادي واحدة الربعين و الاخمسين عام لغونا دروش دي زورسان هادف كفة هادف كفة لغونا دروش دي زورسان هادف كفة هادف كفة جنسي المترجم للقناة 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 نمر لسؤال اخر او مكلمة تانية السلام عليكم ما كمناش ديال السيدة ديال تجاعد تجاعد بقية اضافة هناك مكلمة ناخد اتصال السلام عليكم الو قتالت تسال نكملوا الوصفة ديال سوعد ديال تجاعد اعطينا الوصفات قلناش قلنا فيها حيث دي وصفة مهمة واول اخترت ودرج قلنا بابونج على شكل مسحوق قلنا عصير خزو وزيدوا عصير ديال ديال الليمون احنا وقت الليمون قلت تاخدوا وصفة انكور مية وقلنا لقونا دروج ديزورسان انا رعدي وصفة معقدة مركبة ولكني غير هاد هاد الحويج بساط حيث الناس ما خدسناش نزيدو عليهم ونكتروا عليهم تيتلفوا والله اختلف عالب واحد درجة خيالية هاد وصفة الليولانية قلناها يقدر استعملها الانسان العادي المعنوشة جايد معلوم انا الفضل اجتمعو الحويج اللي بساط هاش غنخسروا الليمون كان في المارشي وجوش فرانك والفريز كان في المارشي وجوش فرانك وهاد الوصفة قلناها التعيينة وقلنا منيني يخرج الخوخ استعملوه المشماش استعملوه الفريز استعملوه مع الليمون نعصروا الليمونة نزيدوا فريزة نطحنوه نصفيوه نغسلوا وجهنا بالموصب ونجوش خطرات نديروا هاد الماسك الوجهنا رفع عال ره ممتاز سبقنا قبل منو الزيت وخلينا ساعة جسوع ثلاثة ومسحنة ودرنا هاد الماسك هاد القناع رفع عال وممتاز والنتيجة بين الليل والصبح اللي دومها عشر يام خمستاشر يوم النتيجة باهرة تتحمق اللي شاف السيدات يقول هادرتي ليفتينك تصفى وجهها وتنقى لا تقابي في الوجه لا تجاعد واش بغينا رغي الليمونة وفريزة اذا هادى وصفة ساهلة طب مشي مكلمة اخرى فوكا سحمد يسوع الف تجميل السلام عليكم السلام عليكم مرحبا سيدة مرحبا الله يبرك فيك الحمد لله دكتور جمال الحمد لله اخويا الحمد لله اخويا جمال عندي جلدة الميتة فرج لي الله احبك جوجي لاش جلدة الميتة فرج لي سهل اخويا زي تكمل واش انا اخر عندي اذا كامط مردي الكيف سهل انا اسمع هو الولاني على الراس والعين اخوك اخوك اللي تهضر معك انا حيتش حلم مصمر الكيف لا من رجلية باش اول حاجة ترطب رجلية نحيتك القشرة اخوض لها مدرة زوار ضرب من الفوق عندك ضرب من التحت باش مجرحش راسك او شي حاجة حادة حيت الجلدة اللي قاسحها الولانية انا عافية امرض قمت بالمصمر انا سعر الرس firearms اخوك هو الولانية طبال الله امرض قمت بالتجنة و Pietro انه تجري كنا اشترh اخوك 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 اشتركوا في القناة 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 الاغليسارين مرتبة بأحد درجة قائلية سوف تبه فيه ايدك او رجلك او اي بلاسة او الاداتك او الليدر توليها الاغليسارين في البلاسة رجعت الاطباء لا تستطيع الاغليسارين سير الفارماسي يأخذها الرحمة يدهن به يوميا بعد ما يغسل قدم دير نحن مثال اخذنا زيت زيتون اخذنا نصف زيتون اخونا عليها نصف الغليسارين لا يعطينا لا عافية لأولو وشدنا غير مع القو دينا انطربوا من الحد نحن تنطربوا ويتطلع كرام اللي اخذوا سيد كرام يدهنها السيد الرجلي ارتبات ليه رجليه ورؤوه ونفعاته وكل شيء النفي الشكل اي بلاسة فداته يبغيت نديرها لعراس سير له شون في البلاسة في الحين ارتبات كي اللي عدو اللي تخدم لا يعطيهم مثال بساد اللي تخدمه بالمطرقة الخدمات اللي ديهم شوية حرشين ومسيط قشره ونشفين سهلة 50% زيتون و50% غليسارين انطربوا ويتطلع كريمة ونتهنوا ديك اللي تبيه فيه سؤال اخر نمر لمكلمة اخرى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اختي عالرس والعين عندي موسكيل في سهري كان مستوق ضغيك يتاح لي وعندي ما لقي زعم خوي بزاف لدارة تطلع ما كنقدرش نحيد بساس بساس واخن سولك اختي تديري استشوار لا اختي اختي لا لا ما لدي اختي لذا لدينا خلال هرموني هو الأولاني و لدينا فقر الدب أخذ تأخذك ملعب امتلك على الرواح و لديك ديقات و لديك أدوية لا لا أستخدم شيء أدوية حمد لله سمع يا أختي بازد أن تغسلتك إلى العرق أحرس رغمها بل أفضل إلا أن تغسلتك أساس لأنه يقوم بأدوية في أجسدها يجب أن تغسل هدى اللولاني ثانيا لدينا خلال هرموني خلال هورموني نصحك أغسي سير يخودي المعدنوس نفس المقدار من العقاقير اللي غن نذكره هذا زريعة المعدنوس لولان زريعة الكتان السوجة الحلبة السالمية غدت أخدي نفس المقدار زريعة المعدنوس غنة لولان زريعة الكتان السوجة السالمية الشرق السرق السرق السريعة السرق السمنية قطنيات كلهم ضد فقر الدم لازي بينار ودكشي كامل ضد فقر الدم سبانيخ وما عندي الشهية ماشي مشكل ماشي مشكل سمعي اختي سيري الفارماسي خودي الاسبيرولين رجلنا الاسبيرولين اتون الالج ميكروسكوبيك دودوس فعالة تتعطي قتلى الفقر الدم نصحك نهر اللو الخودي ميتالبسيت لكن على شكل مصحوق هون غرانيولي هون بودر نهر اللو نهر الثاني نهر الثاني نهر الثاني نهر الثاني نهر الثاني باش داتي تولف باش مديرش اول حاجرة تتمشي اختصاص ديرك تمو الكولون مصر الاغليد تتنقي تحيد شواب تحيد سوموم تحيد كل شي النهر الرابع خودي معلقة صغيرة نهر الخام جوج معلقة نهر الثلاثة معلقة بغاديو تدريجيا تنطلع الدوزاج تاخدها مع الفطور ولا الغداء ولا العشاب لان حرير آدم مرقب مظل مرة بانهر بوضع المخلط غير الثلاثة معلقة بغاديو تضيف معلقة و غضوة الثلاثة مع الثلاثة مع الثلاثة تتقري؟ الليا هل لتحيد على فقر الدم ما احضر شاهم هذا الأخت ضعيفة غلط يعيش بغيل رائع يغلط الغداء الملاكي يغلط العسل والغداء الملاكي وحبه باللقاح وطلع النخير يغلط يغلط الضربة يغلط الضربة السبيرولين تتحل الشهية أعطى الله كيف بدنا؟ الخلال الهرموني تبعنا بفقر الدم الوصفة التي أعطينا الخلال الهرموني لماذا قلنا فيها أختي سمية؟ قلنا زريعة الكتان والزريعة المعدنوس والسوجة والسلمية والحلبة هذا الشيء على شكل مسحوق زيدي على زيت البلدية دفيه حركي كل نهار 15 يوم صفي شوية زيت الجلدة والشعر أو فروة الرأس وما سيب طريقة دائرية مدة 10 دقائق تربع ساعة وقف لنا الطيحان تشعر هنا وتشعر هذه وصفة جديدة أختي سومية زريعة المعدنوس والزريعة الكتان والسوجة والسلمية والحلبة ومجربة وعلى شكل حمام مريم مع زيت البلدية زيت زيتون وتشقق بشعر سوف نعطيك سير سيدة قرعة كالفيسي توتال كيرشوفالي بريان وليونالوبيسي توتال معدة تزغبة شعرها مشكلة مشكلة متروحة تيجي وعدي بزافة الحالات السيدة استعملات الحلبة توقع الحلبة حبوب الحلبة متقوقة لا يسألون قلنا 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 الحلبة تطلون الشعر كرد حرش قلنا قلنا الحلبة تتنشف تتحرش 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 هذه الوصفة قلنا ندبة ميزان الهرمونات سوف ندير كل شي نفس المقدار إلا الحلبة ندير نصف المقدار وستعليه الزيت وخمرتها وصفيت بعد 15-20 يوم كل ما زادوا في تخمار كل ما يفعلوا تتعطين النتيجة أحسن هناك نحن القويلة يجبنا نعرفه يونسيوسكيه مهمة لا يحتاجون إلى تتحرش لا يحتاجون إلى تتحرش نحن نشربه ونوقفه طريقة بسيطة سهلة قانون سمع في الصباح من النوت نحن نشعر نور الناس نحن نشربه نفسه هذه الأولانية الثاني يأخذنا غير يدينا الصباح ونصينا في الصباح بلا التحاجة بلا زيت بلا أولا جلدنا أو فروة الرأس أو الكوير بطريقة دائرية مدة 10 دقائق في الصباح وفي الليل والله يتا يتوقف بالجريبة يتوقف طيحان تشعره يبدأ نهض مسع مننا التحاجة سؤال أخرى هذه السهلة كنا بدينا بالسهلة نبلولى هذه الشهر ونركبه في الوصفات ونعقدهم ساعة الملاحظ كترنا بزاف المعلومات على عيب الله نحن نخفيف خفيف نمشي الحاجة السهلة أزاد جمال وصلنا لختم حلقنا اليوم